حدثنا إسماعيل وأخبرنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقافي قال كنا مع المغيرة بن شعبة فسو إله الأما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان من السحر ضرب عنق راحل التي فظننت أن له حاجة فعدت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنازلا عن راحللته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه فمكث طويلا ثم جاء فقال حاجتك يا مغيرة قلت ما لي حاجة فقال هل معك ماء فقلت نعم فقمت إلى قربة أو إلى سطيحة معلقة في آخرة الرحل فأتيته بماء فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما قال وأشك أقال دلك هما بتراب بتراب أم لا ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين قال لا أدري أه كذا كان أمل ثم مساح بناصيته ومساح على العمامة ومساح على الخفين وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية فذهبت وأذنه فناهان فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا حثنا يعلى بن عبيد أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيسين عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون حثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج حدثني هشام عن عروة بن الزبير أنه حدث عن أبن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة فقال له عمرو إن كنت صادقا فأتي بأحد يعلم ذلك فشهد محمد بن مزلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصمين الأحول عن بكري بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤد ما بينكم قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك قال فسامعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك عليه قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن منصور عن إبراهيم عن عبيدي بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت أحداهما الأخرى بعمود فستات فقتلتها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة قال الأعرابي أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح حفظت هل مثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وبما في بطنها غرة حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أنا أبن جريج وحدثنا لوح حدثنا أبن جريج أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن وراد مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يصلم لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وراد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول ويعلمه موه حثنا قران بن تمامين عن سعيدي بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسادي قال مات الرجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب فنيح عليه فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد لها وأثنى عليه قال ما بال للنوحي في الإسلام أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا مجانبا بما يناح به ويقول إن كذب علي ليس ككذب علي أحد ألا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما يناح به عليه حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة تقال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغسل وجهه وذراعيه ومساح برأسه ومساح على خفيه فقلت يا رسول الله ألا أنزيع خفيك قال لا إني أدخلتهما وهما طاهرتني ثم لم أمشي حافيا بعد ثم صلى صلاة الصبح حثني عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا المجالد عن عامر قال كسفت الشمس ضحوة حتى اشتدت ظلمتها فقام المغيرة بن شعبة فصل بالناس فقام قدر ما يقرأ سورة من المثاني ثم ركع مثل ذلك ثم رفع رأسه ثم ركع مثل ذلك ثم رفع رأسه فقام مثل ذلك ثم ركع الثانية مثل ذلك ثم إن الشمس تجلت فسجد ثم قام قدر ما يقرأ سورة ثم ركع وسجد ثم إن صرف فصعيد المنبر فقال إن الشمس كسفت يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الشمس والقمر لا ينكسفاني لموت أحد وإنما هما آيتني من آيات الله عز وجل وجل فإذا أنكسف واحد منهما فافزعوا إلى الصلاة ثم نزل فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فجعل ينفخ بين يديه ثم إنه مد يده كأنه يتناول شيئا فلما إنصر فقالا إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي فرأيت فيها صاحب المحجن والذي بحر البحيرة وصاحبة حمير صاحبة الهرة حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي حدثنا المجالد عن عامر مثله حدثني أبو النظر الحارث بن النعماني عن شيبان عن جابر عن عامر عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهذاليتين أن العقل على العصبة وأن الميراث للورثة وأن في الجنين غرة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعمين حدثنا المغيرة بن شعبة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واديا فقد حاجته ثم خرج فأتاه فتوضأ فخلع خففيه فتوضأ فلما فرغ وجد ريحا بعد ذلك فعد فخرج فتوضأ ومسح على خففيه فقلت يا نبي الله نسيت لم تخلع الخففين قال كلا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل حتنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمر بن حزمين كان يروي عن المغيرة أحاديث منها أنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليختسل حتنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات حتنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها امرأة بعمود فستات فقتلتها وهي حبلة فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل فقال سجع مثل سجع الأعراب وقال شعبة سمعت عبيد حدثنا عفان حدثنا شعبة قال منصور أخبرني قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانت تحت رجل فغارت فضربتها بعمود فستات فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال فقضى فيه غرة قال وجعله على عقلة المرأة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة وحماد عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة بن فلاء فبال قائما قال حماد بن أبي سليمان ففحج رجليه حثنا هاشم بن القاصم حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول يا سفيان بن أبي سهل لا تصبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين حثنا وكيع حدثني مسلمة بن نوفل عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة حثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقط لهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها حثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن بكري بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحراء يؤدى ما بينكما حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيسين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألت أنا عنه فقال إنه لا يضرك قال قلت إنهم يقولون معه نهار وكذا وكذا قال هو أهون على الله من ذاك حثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبي الزنادي عن عروتا بن الزبير قال قال المغيرة بن شعبة لأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين حدثناه سريج والهاشيمي أيضا حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد قال سمعت بكر بن عبد الله يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه قال خصلتني لا أسأل عنهما أحدا من الناس وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة من صلاة الصبح ومسح الرجل على خفيه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حان روح حدثنا ابن عو قال أنبأني أبو سعيد قال أنبأني وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا صلى ففرغ قال لا إلها إلا الله قال وأظنه قال وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقد حاجته ثم جئته بإداوة من ماء وعليه جبة شامية قال فلم يقدر أن يخرج يديه من كمهها فأخرج يديه من أسفلها ثم توضأ ومساح على خفيه قال قرأت على عبد الرحمني مالك عن أبن شيهاب عن عبادي ابن زياد عن ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه ماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة فأخرجها من تحت جبته فغسل يديه ومساح رأسه ومساح على الخفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن عوف يا أمهم وقد صلى بهم ركعة فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم الركعة التي بقيت عليهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثني مالك بن أنس أنس عن أبن شيهاب عن عبادي بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة فذكر هذا الحديث قال مصعب وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحا حدثنا عبد الواحد الحدد حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقافي عن زياد بن جبير عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أنقوموف لما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال دخلت مسجد الجميع فإذا عمرو بن وابن الثقافي قد دخل من الناحية الأخرى فاتقينا قريبا من وسط المسجد فابتدأني بالحديث وكان يحب ما ساق إلي من خير فابتدأني بالحديث فقال كنا عند المغيرة بن شعبة فزاده في نفسي تصديقا الذي قرب به الحديث قال قلنا هل أما النبي صلى الله عليه وسلم رجل من هذه الأمة غير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال نعم كنا في سفر كذا وكذا فلما كان في السحر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق راحللته وانطلق فتابعته فتغيب عني ساعة ثم جاء فقال حاجتك فقلت ليست لي حاجة يا رسول الله قال هل هل من ما إن قلت نعم فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسل عن ذراعيه وكانت عليه جبة له شامية فضاقت فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومساح بناصيته ومساح على العمامة وعلى الخفين ثم لاحقنا الناس وقد أقيمت الصلاة وعبد الرحمن بن عوف يا أمهم وقد صلى ركعة فذهبت لأذناه فناهان فصلينا التي أدركنا وقضينا التي سبقنا بها حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازمين عن محمد بن سيرين قال حدثني رجل عن عمر بن وهب يعني فذكر نحوه حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزال ناس من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله عز وجل حتى يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أن معه جبال الخبز وأنهار الماء فقال هو أهون على الله عز وجل من ذاك حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه مدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا أبو عوانة بإسناده مثله سواء قال أبو عبد الرحمن قال عبيد الله القواريري القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن أدن قال سمعت إذن يحدث عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان يسافر فسرنا حتى إذا كنا في وجه السحر انطلق حتى توارع عني فضرب الخلاء ثم جاء فدع بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأدخل يده من أسفل الجبة ثم غسل وجهه ويديه ومساح برأسه ومساح على الخفين حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد في المذهب فذهب لحاجته وقال يا مغيرة اتبعني بماء فذكر الحديث حسنا محمد بن أبي عادي عن حميد عن بكر عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاجته فقال هل معك طهور قال فاتبعته بميضة فيها ماء فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحصل عن ذراعيه وكان في يدي الجبة ضيق فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم مساح على عمامته وخفيه وركب وركب تراحل التي فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه أن يتم الصلاة وقال قد أحسنت كذلك ففعل حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا هاشم بن القاصم حدثنا المبارك قال أخبرني زياد بن جبير أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة حان سعد ويعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن أبن شيهاب حدثني عباد بن زياد قال سعد أبي سفيان عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلي ومعي الإداوة قال فصببت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنثر قال يعقوب ثم تمضمض ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كمة جبته فضاق عنه كماها فأخرج يده من الجبة فغسل يده اليوم ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات ومساح بخفيه ولم ينزعهما ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتم صلاته فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبيتهم أن صلوا الصلاة لوقتها حدنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو هلال عن حميدي بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل الثوم قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا قال إن لك عذرا حدثنا عبد الرحمن عن صفيان حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا صفيان المعنى عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال زيد الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت أحداهما الأخرى بعمود فستات فقتلتها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة قال الأعرابي أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهلف مثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعرابي ولما في بطنها غرة حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة وعن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتني من آيات الله لا ينكسفاني لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فادعوا ألها وصلوا حتى تنكشف حسن إسماعيل حدثنا خالد الحذى أحدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة إن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى أو استرقى فقط برئة من التوكل حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن زياد بن جبير عن أبيه أن المغيرة بن شعبة قال الراكب يسير خلف الجنازة والمهش يمشي خلفها وأمامها ويمينها وشمالها قريبا وسقط يصلى عليه يدعى لي والديه بالعافية والرحمة قال يونس وأهل زياد يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فلا أحفظه حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عمر بن وهب الثقافي قال كنا عند المغيرة بن شعبة فسو إله هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر قال نعم قال فزاده عندي تصديقا الذي قرب به الحديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان من السحر ضرب عقب راحل التي فظننت أن له حاجة فعدت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنازلا عن راحل التي ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه فمكث طويلا ثم جاء فقال حاجتك يا مغيرة قلت ما لي حاجة فقال هل معك ماء قلت نعم فقمت إلى قربة أو قال سطيحة معلقة في آخرة الرحل فأتيته بها فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما قال وأشك أقال دلك هما بتراب بتراب أم لا ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يده وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال فيجئوا في الحديث غسل الوجه مرتين فلا أدري أه كذا كان أم لا ثم مساح بناصيته ومساح على العمامة ومساح على الخفين ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية فذهبت أوذنه فناهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقنا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة وعن حبيبي بن أبي ثابت قال ابن جعفر قال سمعت ميمون بن أبي شبيب يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين حثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن بياني بن بشر عن قيسي بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حنا حجاج حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مآخذا بحجزة صفيان بن أبي سهل فقالا يا صفيان بن أبي سهل لا تصبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين حدثنا يزيد أخبارنا شريك عن عبد الملك عن حسين بن عقبة عن المغيرة حدثنا موسى بن داودة عن قبيصة بن جابر عن المغيرة حدثنا أبو النضر قالا عن حسين عن المغيرة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قالا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا مغيرة خذ الإداوة قالا فأخذتها قالا ثم انطلقت معه فانطلق حتى توارع عني فقد حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين قال فذهب يخرج يديه منها فضاقت فأخرج يديه من أسفل الجبة فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح خفيه ثم صلى حسين بن علي عن أبن سوقة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قالا كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة إن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد قال فأملى علي وكاتبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث فأما الثلاث التي نهى الله عنهن فقيل وقال والحاف السؤال وإضاءة المال أدثناه شيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال ومنع وهاتي وعقوق الأمهات ووائد البنات أدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبن عوين عن الشعبي عن عروتاب بن المغيرة بن شعبة عن أبيه وعني أبن سيرين رفعه إلى المغيرة بن شعبة قال لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فغمز ظهري أو كتفي بشيء كان معه قال وتبعته فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ثم جاء فقال أمعك ماء قلت نعم ومعي سطيحة من ماء فغسل وجهه وكانت عليه جبة شامية ضيقة الكومين فأدخل يده فرفع الجبة على عاتقه وأخرج يديه من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومساح على العمامة قال وذكر الناصية بشيء ومساح على خفيه ثم أقبلنا فأدركنا القوم في صلاة الغدات وعبد الرحمن يا أمهم وقد صلوا ركعة فذهبت لأذناه فناهان فصلينا معه ركعة وقضينا التي سبقنا بها حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنا أبن جريج قال حدثني ابن شيهاب عن حديث عبادي بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجرف لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرار ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق قم جبته فأدخل يديه في الجبه حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبه وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم مساح على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك إحدى الركعتين قال عبد الرزاق وابن بكر فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التصبيحة فلما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أوي قد أصبتم يغبيطهم أن صلوا الصلاة لوقتها حدثنا عبد الرزاق عن أبن جريج حدثني ابن شيهاب عن اسماعيل ابن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة وأردت تأخير عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعه حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروتا بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال أمعك ماء قلت نعم فنازل عن راحللته ثم مشى حتى توارع عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة صوف ضيقة الكمين فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها فأخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومساح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال داعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمساح عليهما حثنا الوليد بن مسلمين حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمساح أسفل الخف وأعلاه حثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة ابن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له يا رسول الله قد غفر الله لا كما تقدم من ذنبك فقال أولا أكون عبدا شكورا حنا سفيان عن عبدت وعبد الملك سمع والرادا كتب إليه يعني المغيرة كتب إليه معاوية أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه يعني المغيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حدثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن العقار بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتوكل من أسترقى واكتوى وقال سفيان مرتين أو أكتوى حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي يذكره عن صماك عن علق متابن وإلن عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران قال فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم حدثنا يحي بن سعيد عن سعيدي بن عبيد قال سمعت علي بن ربيعة قال شهدت المغيرة ابن شعبة خرج يوما فرقيا على المنبار فحمضا لها وأثنى عليه ثم قال ما بال هذا النوحي في الإسلام وكان مات رجل من الأنصار فنيح عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه حنيحي عن إسماعيل حدثني قيس قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون حثنى يحيى عن إسماعيل حدثني قيس قال قال لي المغيرة ابن شعبة ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أحد أكثر مما سألته هو إنه قال لي ما يضرك منه قال قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذاك حنى وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة فلما صل قمت أقضي فوجد ريح الثوم فقال من أكل هذه البقلة فلا يقرب أن مسجدنا حتى يذهب ريحها قال فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا ناولني يدك قال فوجدته والله سهلا فناولني يده فأدخلتها في كمي إلى الصدر فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا حنى وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيلي بن شرح بيلا عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بين والنعلين حثنا وكيع وروح قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقافي قال روح بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير وقال وكيع عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه حثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات حثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن زياد قال سمعت المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء حثنا وكيع قال حدثنا سفيان وشعبة عن حبيبي بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين حثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جمعي بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي قال فأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه قال مغيرة وكان شاربي وففقصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك أو قال أقصه لك على سواك حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسوري بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناسة في ميلاص المرأة قال فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مزلمة حدثنا وكيع حدثنا طعمة بن عمر الجعفري عن عمر بن بياء التغليبي عن عروة بن المغيرة الثقافي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني يقصبها حثنا يزيد أخبرنا شاريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن عقبة عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سوفيان بن سهل الثقافي فقال يا سوفيان لا تصبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهضى في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة سجد سجدتي الساهوي وقال مرة فسبح به من خلفه فأشار أنقوموا حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث قال حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه فرجعت إليه أنا وصاحب لي فلقيت حسان بن أبي وجزة وقت خرج من عنده فقال ما جاء بك فقلت كذا وكذا فقال حسان حدثناه عقار عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتوكل من اكتوى واسترقى حثنا أبو النظر حدثنا شيبان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا لها عز وجل حثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إدن حدثنا إدن عن سويدي بن سرحان عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال وراءك فصأني والله ذلك ثم صل فشكوت ذلك إلى عمر فقال يا نبي الله أن المغيرة قد شق عليه انتهار بك إياه وخشيا أن يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي شيء إلا خير ولكن أتاني بماء لي أتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعته فعل ذلك الناس بعدي حدثنا وكيع حدثنا بكيرو بن عامر عن أبن أبي نعمين عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقض حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقط برئة من التوكل حدثنا اسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن جابر عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة قال أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا سبحان الله فقال سبحان الله وأشار بيده يعني قوموا فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال إذا ذكر أحدكم قبلا أن يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس حسنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي الساهوي حسنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم يعني ابن هاشمين عن عمر بن إبراهيم بن محمد عن محمد بن كعب القرضي عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسياه من نسياه حسنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن المغيرة بن شعبة قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية قال فقلت إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ما أن يتوضأ فهل عندك من ما إن قالت بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إلي من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إليها فإن كانت دبغته فهي طهورها قال فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت أي والله لقد دبغتها فأتيته بماء منها وعليه يومئذ جبة شامية وعليه خفان وخمار قال فأدخل يديه من تحت الجبة قال من ضيق كميها قال فتوضأ فمساح على الخمار والخفين حثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة حدثنا سعد بن إبراهيم عن نفعي بن جبير عن عروتا بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته ثم جاء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاق عنهما كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ثم مساح على خفيه حثنا محمد بن ربيع تحدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن أبي عوين عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة حثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبي الزنادي عن عروة قال قال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين حدثنا سريج والهاشيمي أيضا حثنا سليمان بن داود الهاشيمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني شريك يعني ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أبا السائب موله شامي بن زهرة يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنازل منزلا فتبرز النبي صلى الله عليه وسلم فتابعته بإداوة فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين حثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وقيل وقال ومن عوهات ووئد البنات وعقوق الأمهات وإضاعة المال حثنا حجاج حدثني شعبة عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل قال سمعته يحدث عن قيس بن أبي حازمين عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين فسبح القوم قال فأراه فسبح ومضى ثم سجد سجدتين بعدما سلم فقال هكذا فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما شك في سبح حثنا علي بن عاصمين حدثنا المغيرة بن شبل عن عامر عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني المغيرة قال فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومعته ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن وعد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات حدثنا علي أنبأنا الجريري عن عبدة عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت مثل حديث المغيرة إلا أنه لم يذكر وعد البنات حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ألا تيمي وعن بكر عن الحسن عن أبن المغيرة حدثني بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمساح بناصيته ومساح على الخفين والعمامات قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن عامر قال حدثني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تليلة في مسير فقال لمعك ماء قلت نعم فنازل عن راحللته ثم ذهب عني حتى توارع عني في سواد الليل قال وكانت عليه جبة فذهب يخرج يديه فلم يستطع أن يخرج يديه منها فأخرج يديه من أسفل الجبة فغسل يديه ومساح برأسه ثم ذهبت أنزيع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتني فمساح عليهما حثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال بيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه قال وكان شاربي وففقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك حثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيسن الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي قال إن أول من نيح عليه بالكوفة قرضت بن كعب الأنصري فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة حثنا وكيع عن مسعر وسوفيان وعن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تريم قدمه فقيل له فقال أولا أكون عبدا شكورا حثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروتاب بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين حثنا وكيع حدثنا سوفيان قال وحدثنا عبد الرحمن عن سوفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين وقال عبد الرحمن فهو أحد الكذبين حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت فذكر نحوه قال فهو أحد الكذبين حثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق سمعته من الشعبي قال شهد لي عروة بن المغيرة على أبيه أنه شهد له أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فأناخ وأناخ أصحابه قال فبرز النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم جاء فأتيته بإداوة وعليه جبة له رومية ضيقة الكمين فذهب يخرج يديه فضاقة فأخرجهما من تحت الجبة قال ثم صببت عليه فتوضأ فلما بلغ الخفين أهويت لأنه أنزيعهما فقال لا إني أدخلتهما وهما طاهرة قال فتوضأ ومسح عليه ما قال الشعبي فشهد لي عروة على أبيه شهد له أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تريم قدمه فقيل له أليس قد غفر الله لا كما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا شكرا اشتركوا في القناة